افكار سريعة للانش بوكس وده الجزء الثالث بعد ما عجبكم الجزء الاول والتاني عايز اقول لكم ان وصفة النهاردة بجد وهمية وتنفع فطار وغدا وعشا كمان كوباية لبن دافي هدو فيها معلقة سكر ومعلقة خميرة واركينهم على جنب بعد ما غطيهم هحط بطين في طبق رشة فلفل اسود ملح وزعتر وقلبهم مع بعض كويس هحط عليهم الابن الدافي بالخميرة بعد ما خمر شوية وبعد كده هضيف كوبايتين من الدقيق هقلبهم كلهم بالمضرب اليدوي زي ما نشايفين كده هنضيف كمان معلقة من الباكنج بودر ونقلب كلهم مع بعضوا بالشكل ده اخر حاجة ربع كوباية زيت واسيب العجينة متغطية 10 دقايق بس بعد كده هضيف لها نص كوباية جبن طمطمتين متقطعين من غير المياه بتاعتهم زيتون اسود وفلفل متقطع صغير وكمان ممكن نحط السوسيس متقطع صغير كل الحاجة اللي احنا ضفناها لازم متقطع صغير جدا هحط في طاصة مدهونة زهنة زيت خفيفة جدا كبشة كده وبتدي اوزعها وبعدين بعد ما تستيو من ناحية نقلبها النحية التانية ونحط في النص جبنة ونقلبها بالشكل ده ونسويها تعالوا نعمل واحدة كمان يبقى طاصة على نار متوسطة مدهونة دهنة خفيفة بالزيت مغرافة كده وزعها في الطاصة كويس وغطي سويني كده وارح قلبها النحية التانية احط عليها اي نوع جبنة بحبها وقفلها وابتدي اسويها من ناحيتين كويس لغاية ما تتحمر بالشكل ده زي ما نشايفين كده خطيرة والجبنة بتمط فيها غنية بالخضار وفعلا تحفى فيها البيض واللبن ومفيدة جدا اشتركوا في القناة